اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في جولة جديدة من الاخبار والعنوين في برنامج كوشك الصحافة نتناول وإياكم كل ما قالته الصحافة اليمنية والعربية من أنباء وعنوين مهمة نبدأ من موقع مأري برس الجيش والمقاومة يصدان هجوما للميليشيا على جبل قرود شرق صنعاء والتحالف يقصف لواء في بيت دهرة وفي خبر معتاد عن السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلق من المحافظة محافظة الحديدة عنوان الموقع أيضا حزب الإصلاح يؤيد إجراءات السعودية ويدين اقتحام سفارتها بطهران ويتهم نظام إيران بالبلطقة ركز الموقع على خبر إلقاء القبض على خلية تابعة للمخلوع الميليشيا ضالعة في عملية إرهابية ونقرأ في تفاصيل الخبر كشف نائب رئيس هيئة الأركان لواء ناصر عبد الرب الطاهري عن إلقاء القبض على خلية تابعة للمخلوع صالح والحوثيين ضالعة في تنفيذ عملية إرهابية تحت مسميات القاعدة وداعش في عدد من المحافظات اليمنية المحررة بما فيها واذي حضرموت مشاهدين قال اللواء الطاهري أن الإنقلابيين شكلوا عصابات من الموالين لهم في المناطق المحررة للقيام بتنفيذ عمليات تخريب وتفجير بحجة أنهم تنظيمات داعشية ولكنهم من أتباع المخلوع والحوثي إلى مصدر أونلاين وعن سكان في العاصمة صنعاء غارات للتحالف تستهدف قاعة للمناسبات في حي بيت معياد ومبنى الغرفة التجارية في حي الحصبة ومركز النور لرعاية وإيواء المكفوفين في حارة الفتح بمنطقة الصافية نذهب إلى مدينة عدن قوات الجيش والأم تكثف انتشارها في شوارع عدن مع فرض حظر التجوال ليلا ومن العنوين أيضا انتهاء مهلت التمديد آليا لليمنيين حاملية هوية زائر في السعودية ومن التفاصيل التي اهتم بها الموقع عن تطورات المعارك في تاعز وجاء في التفاصيل تجددت المعارك العنيفة بين رجال المقاومة الشعبية والمسلحين الحوثيين المدعومين بقوات صالح مساء أمس الاثنين في أطراف مدرية الوازعية غرب مدينة تاعز نقل الموقع عن مصادر ميدانية أن رجال المقاومة تقدموا غربا حتى جبال الغيل لمدرية موزع القريبة من ميناء المخة في الوقت الذي دكت فيه مدفعية المقاومة مواقع الحوثيين في جبال الغيل أضف الموقع أن الحوثيين المتمركزين في جبال البرح قصفوا قرى الرديف في المدرية وبحسب سكان فإن عددا من القذائف استهدفت المنازل والأحياء السكنية ما أجبر المدنيين على النزوح إلى أماكن أكثر أمنا تابع الموقع في مجريات المعارك وحلقت مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية بكثافة في المنطقة بعد أيام من توقفها غير أنها لم تشن ضربات على مواقع الحوثيين وقوات صالح يبدو الأمر كذلك فعلا هذا ما قاله الكاتب عبد الملك شمسان في عنوان لمقال كتبه ونشره موقع المصدر أونلاين وأضاف الموقع يعتقد الحوثيون وصالح فيما يبدو أن الحوار في ظل القرار 22-16 سيكون حبلا يقادون به من أمامهم وأن نتيجته لا تختلف عن الحرب التي هي عصى يساقون بها من ظهورهم ولهذا لم يروا فيه جدوى ولذا ظلوا يتلكؤون كثيرا قبل لقاء جينيف 2 وأعلن صالح بعده أنهم لن يذهبوا إلى الحوار مجددا يبذلون جهدهم في الميدان ليس أملا في تحقيق تقدم بل ترقبا لصدفة تأتي بأي متغير دولي يفرض جديدا الرياح الدولية هي التي اعتاد صالح الأبحار بها على امتداد حكمه وهو اليوم يحاول البقاء واقفا على قاربه بين أمواج عاتية شاخصا ببصره يرقب أي شيء من هذه المتغيرات الخارجية منذ انطلاق عاصفة الحزم لا تتوقف أطراف دولية كبرى عن التأكيد على موقفها الرافض لمعركة عسكرية لتحرير صنعاء متذرعة بحرصها على أرواح اليمنيين وعلى تجنيب اليمن مزيدا من أثار الحرب حسنا ذلك يبدو كلامهم وموقفهم للوهلة الأولى مطمئنا لنا كشعب يمني فكلنا نتمنى أن تتحرر كل البلاد هذا اليوم وأن يجري ذلك سلميا من غير قطرة دم وأن تنتهي الحرب إلى الأبد هذا موقفهم للوهلة الأولى أما للوهلة الثانية فيبدو مطمئنا لصالح والحوثي لا للشعب اليمني إنهم يقولون لصالح والحوثي حارب حتى آخر لحظة فأما أن تطرأ متغيرات تجبر السعودية على اتخاذ طريق جديد وإما قايضت في آخر الأمر بصنعاء مقابل سلامتك الشخصية وطالما أن صالح لا يهتم للوطن ولا لدماء وأرواح اليمنيين من أنصاره قبل غيرهم فما الذي سيجعله يسلم أو يستسلم وهو بين هذين الخيارين استمرار الحرب على أمل حدوث متغيرات دولية تصرف عنه النهاية البائسة أو استمرار الحرب حتى النهاية طالما هو ضامن حياته وسلامته مقابل صنعاء مشاهدين نذهب إلى موقع التغير نت والذي ركز على الجانب السياسي وجاء فيه مسؤول في الحكومة اليمنية يقول المشروع الإيراني في اليمن سقط بتدخل السعودية ودول التحالف مأربك المشهد وأنهى أحلام الإمبراطورية الإيرانية نقل الموقع أيضا عن وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح حصار مدينة تعز أسوأ مما يتعرض له قطاع غزة عنوان الموقع في أخباره بحاح يترأس اجتماعا مؤسعا بحضور مستشاري الرئيس وبحضور أعضاء الوفد الحكومي في مشاورات بيال السويسرية واهتم الموقع بخبر التحذيرات التي أطلقها وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري بشأن المساس بالتأمينات وجاء في الخبر حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد العزيز جباري من المساس بأموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأكد الوزير جباري أن أموال التأمينات ليست أموالا عامة وإنما تخص المستفيدين من خدمات التأمين الاجتماعي في مؤسسات القطاع العام والخاص والمختلط مشيرا إلى أن المستفيدين منها هم كبار السن والأيتام والأرامل ومن فقدوا من يعولونهم من العاملين في تلك القطاعات نتحول إلى موقع نيوز يمن ونطالع في عنوينه خلال زيارته لميناء المعلى هادي يهدد أطرافا لخروجها عن قيم الحرية والكرامة خدمة لأجندة دخيلة وجاء في الموقع سفير اليمن الجديد لدى الإمارات يباشر مهامه خلفا لنجل صالح ويؤكد وصول العلاقات مع أبوظبي إلى مستوى رفيع وفي إقليم أزال جرح من قيادات ميليشيا الحوثي في هجوم للمقاومة الشعبية في ذمار وتناول الموقع تفاصيل سقوط قتلى وجرح من ميليشيا الحوثي في غارات بالبيضاء ونقرأ في تفاصيل الخبر سقط قتلى وجرح من ميليشيا الحوثي في غارات لطيران التحالف استادفت تجمعا للميليشيا في مبنى إدارة أمن مدرية الشرية في محافظة البيضاء وأكدت مصادر محلية أن نحو 15 قتيل سقطوا وأكثر من 6 جرحا في قصف لطيران التحالف استهدف تجمعا للميليشيا في مبنى إدارة أمن مدرية الشرية الغنيم التي حاولته الميليشيا إلى مقر قيادة ومركز للتجمع فيه من موقع صحوانيتنس تعرض أهم ما جاء فيه 13 حزبا سياسيا وحركة يمنية يؤكدون دعمهم للسعودية ويؤيدون قطع علاقاتهم مع إيران نذهب إلى عنوان آخر الحكومة تبحث سبول دعم المقاومة الشعبية في تاعز وإغاثة السكان وورد في الموقع من عدن الحكومة تشيد بصرامة الجيش والأمن ضد جماعة التخريبية في عدن نقرأ من موقع الصحوانيت خبر إعلان مجلس عسكري في محافظة إب جاء في التفاصيل أعلنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة إب أمس الاثنين تشكيل المجلس العسكري للمقاومة بالمحافظة بقيادة قائد محور إب قائد اللواء 55 العميد روكن أحمد صالح محمد البحش وأكد البيان الصادر عن المجلس العسكري أن تشكيل المجلس يأتي تعزيزا لما قامت به المقاومة الشعبية ممثلة بمجلس المقاومة المعلن في مايو الماضي من أعمال بطولية ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح مؤكدا في السير على نهج الشهداء والجرحى ومواصلة الكفاح المسلح لاستعادة الشرعية المختصبة من قبل الإنقلابيين كتب عبد العزيز المجيدي مقالا متحدثا فيه عن مواجهة المشروع الإيراني وقال فيه قتل خضعت للتدريب والتعبئة في طهران وقم شحنت بالكراهية الطائفية لليمنيين والعرب وهم في مهمة للإجهاز على البلاد وضرب الأمن القومي العربي في الصميم الإيرانيون أنفسهم يصفونهم بأنهم جزء من جيوش شعبية تتبعهم تتوزع على أربع عواصم عربية أسقطتها بهذا النوع من الميليشيا الكافرة بالأوطان طهران نفسها تقول إنهم ذراعها التي تبتش بها ضمن خطة تصدير الثورة الطائفية كجزء من استراتيجية إيرانية للحصول على النفوذ والهيمنة وتأمين الداخل الإيراني هذا ما قاله رئيس البرلمان علي اللارجاني أثناء مناورة عسكرية مطلع العام الفائت 2015 لقد تحقق جزء من الخطة بإشعال الحرب وتمزيق اليمنيين وفي الجزء الآخر أصبحت البلاد مساحة لحركة الحرس الثوري وعناصر الاستخبارات أول عملية نفذتها وحدة عسكرية إيرانية في اليمن تمت في مارس 2015 لتحريض دبلوماسي إيراني مختطف ووفقا لما أعلنته وكالة أنباء إيرانية كل ذلك الجزء الذي حاولت طهران إظهره للعالم لإثبات أن ذراعها أصبحت طويلة وأنها موجودا حقا في صنعاء كما قال وزير الدفاع الإيراني السابق شمخاني لكن السؤال ما هو الجزء غير المعلن في نشاط إيران العسكري والاستخبارات في اليمن وأين تتواجد بالضبط وحدات الحرس الثوري وخبرات تطوير العتاد الصاروخي لمنظومة عصابة صالح والميليشيا هنا في اليمن سيتحدد مصير المعركة ومستقبل المنطقة العربية برمتها هذه هي الحقيقة التي يحاول البعض دفن رؤوسهم في الرمل كي لا تسعقهم مشاهدين نختم جولة الصحافة اليمنية حلقتنا اليوم من موقع الموقع ورد فيه مصادر صحفية تقول صالح يشترط حصر المفاوضات القادمة بين حزبه والانقلابيين وممثلين عن السعودية فقط ونقل الموقع عن وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح الميليشيا منعت دخول مئتي قافلة إنسانية إلى تعز إلى غرب اليمن وتحديدا إلى الحديدة العثور على حطام لقاعدة إطلاق صوريخ باليستية بالحديدة عقب إطلاق الميليشيا صاروخا باتجاه السعودية وركز الموقع على تصريحات متحدث باسم الصليب الأحمر في اليمن بشأن منع إدخال المساعدات إلى تعز ونقرأ في التفاصيل قال المتحدث الإعلامي باسم الصليب الأحمر في اليمن عدنان حزام إن لجنة الصليب الأحمر حاولت إدخال الكثير من المساعدات لتعز عبر نداءات متكررة إلى أن هناك الكثير من الأطرف حاولت منعهم بالقوة وأضاف الموقع نقلا عن المتحدث باسم لجنة الصليب الأحمر في اليمن أن الصليب الأحمر يقوم في الوقت الراهن بعدد من حملات النظافة في المدينة بالإضافة إلى تزويدها بسناديق القمامة حرصا منهم على عدم انتشار الأمراض المعلية جراء عدم وجود أجهزة حكومية لنظافة الشوارع والمنشآت مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل قصير لا تذهب بعيدا ومن ثم نعود لإستعراض الصحافة العربية الصادرة اليوم مشاهدين نعاود الترحب بكم ونصحبكم في جولة الصحافة العربية البداية من صحيفة البيان والتي ركزت على التشققات التي تعانيها الميليشيا وقالت مصادر الميليشيات الإنقلابية تتفكك وقالت البيان نقلا عن مصادر عسكرية أن الميليشيات الإنقلابية باتت تعاني الخوف والانقسام من جراء تقدم التحالف العربي والجيش والمقاومة باتجاه ما يسمى بالحزام الأمني للعاصمة صنعاء حيث إن هناك قوات كبيرة من الحرس الجمهوري والخاص ترفض المشاركة في عمليات القتال وسطى توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي وقال مصدر عسكري يمني إن حالة من الخوف والانقسام باتت تعتري أوساط الميليشيات الإنقلابية جراء تقدم التحالف العربي والجيش والمقاومة باتجاه ما يسمى بالحزام الأمني للعاصمة صنعاء الذي شكله الحوثيون والذي يمثل آخر حصونهم قبل فقدانهم العاصمة وقال العميد في الجيش اليمني عبدالله الصالحي الميليشيات الإنقلابية في صنعاء أصبحت تصارع ذاتها عسكريا وسياسيا وحتى معنويا وفي خبر آخر قالت الصحيفة إن مؤسستين خيريتين قطريتين بدأت إجراءات تجهيز لسفينة الأمل الأولى والتي من المقرر أن تصل للموانئ اليمنية أواخر الشهر الجاري بحمولة تتجاوز أربعة آلاف طن من المواد التموينية الضرورية إلى صحيفة العربي الجديد والتي اهتمت بواحد من أكثر المواضيع اتصالا بحياة اليمنيين وعنوانات الشمس كهرباء اليمنيين وتقول الصحيفة يستمر الظلام في اليمن البلاد المنهكة بالحروب باتت من بين الدول الأولى عالميا في انقطاع الكهرباء وبينما يرضق المواطنون الفقراء يحاول آخرون إيجاد بدائل عن التيار الكهربائي التابع للدولة وترى العربي الجديد أن أشعة الشمس هي البديل الأفضل تستخدم اليوم الألواح الشمسية كوسيلة جديدة ومناسبة للإنارة ولتشغيل الأجهزة ولرفع نياه الأبار وري الأراضي الزراعية في بعض المناطق وتقول الصحيفة عن الألواح الشمسية إنها غلية الثمن ووفقا لأحد المواطنين فإنه باع جزءا من مقتنيات زوجته الثامينة التي قدمها كمهر لها بهدف توفير ألواح الطاقة الشمسية والبطارية الخازنة للكهرباء يضيف للعرب الجديد لم تترك لنا الحرب شيئا ندخره لمستقبلنا كان آخر ما نملكه هو مجوهرة زوجتي فابعت أكثره رغم انخفاض أسعار الذهب حاليا لتوفير منظومة شمسية كي أضيء منزل المطفأ تماما منذ بداية الحرب يوضح فيصل أن أسرته بقيت لأشهر طويلة من دون إينارة أو تلفزيون كما كان يعجز في معظم الأوقات عن شحن هاتفه الخليوي لكنه اليوم يشعر بارتياح تام بسبب توفير الطاقة من خلال الألواح الشمسية ولو أن سعرها كان مرتفعا عام جديد للعالم القديم تحت هذا العنوان كتب حازم صاغيا مقالا في صحيفة الحياة اللندنية متحدثا عن تطلعات العام الجديد ويقول الكاتب سيكون هذا العام الجديد بين أمور أخرى عاما للذكرى المئوية لاتفاقية سايكس بيكو البريطانية الفرنسية والمتفق على أنها جزأت المشرق العربي وأدت إلى تقاسمه مؤسسة للانتدابين الأوروبيين عليه ولسوف تتواصل الإدانات العربية لهذا الحدث المشؤوم وما حفل به من نكث بالوعود والعهود وما قد يبدو ناقصا في الاستدلال على شرية سايكس بيكو وعلى سميتها سوف يكمله التذكير بحدثين قاطعين آخرين هما بمعنى من المعاني ملحقان لها أو تثمتان وعدب الفور وهزيمة يوسف العظمى وقواته في ميسلون في 1920 هكذا سيتوالى تذكر الوقاع والحوادث التي تقنع العربي ذا القناعة الفائضة أصلا بأن هذا العالم الحديث لم يهدف منذ بدايات احتكاكه بنا في القرن الماضي سوى إلى تمزيقنا وتشتيتنا والتآمر علينا وعلى طموحاتنا الوطنية والقومية فهو في آخر المطاف لم يكتفي بمنع وحدتنا بل أنشأ داخل أرضنا كيانا مستزرعا وغريبا بقوة الغصب والاغتصاب وذلك لم يكن من دون مقدمات يمكن إدراجها كخلفيات مفيدة هيما قبل تاريخ الشر ففي أواخر القرن التاسع عشر في 1882 تحديدا كان الغزو البريطاني لمصر الذي تصد له يائسا الضابط أحمد عربي وأحداث التاريخ مثل أحداث الرواية التي تستخدم السرد بأصوات كثيرة وبأعين وزوايا نظر عدة إلا أن ما يترتب على السردية التي هي سرديتنا وموضع إجماعنا لا يقل عن التكريه بالتاريخ وبالعالم المعاصري والاحتكاك به علما أن التاريخ هو التاريخ الأوحد والعالم هو العالم الأوحد لا نملك غيرهما أو بدائل عنهما إلى صحيفة القدس العربي والتي ذهبت إلى الأحداث الأمنية التي شهدتها عدن واعتبرت الصحيفة أن وساطة محلية تدخلت عنوانة الصحيفة اليمن وساطة تنهي توترا أمنيا في عدن بين قوات السلطة ومسلحي المقاومة حول السيطرة على الموانئ وتقول القدس أنهت وساطة محلية توترا أمنيا بين القوات الحكومية اليمنية ومسلحي المقاومة الشعبية كذا يعصف بالوضع الأمني في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وعلمت القدس العربي من مصدر محلي في عدن أن الوساطة المحلية المكونة من شخصيات قبلية ومسؤولين محليين أخمدت التوتر الأمني الذي تطور أمس الأول إلى مواجهة مسلحة بين القوات الحكومية وبين مسلحي المقاومة الشعبية الذين كانوا يحرسون المنشآت العامة وفي مقدمتها موانئ عدن البحرية والجوية وأوضحت أن هذا التوتر الأمني اندلع إثر محاولة قوات الحكومية التابعة للسلطة المحلية السيطرة على ميناء المعل البحري ومحاولة انتزاعه من مسلحي المقاومة بالقوة فيما اشترطت قوات المقاومة لتسليمه للقوات الحكومية ضرورة الاستجابة لمطالبهم وفي موضوع آخر علقت القدس بريطانيا تمنح سودانيا اللجوء بعد عبوره قناة المنش مشيا على الأقدام وقالت التفاصيل حصل سوداني على اللجوء في المملكة المتحدة بعد أن قطع مسافة الخمسين كيلو مترا تقريبا من النفق تحت المنش للوصول إلى إنجلترا خلال الصيف وكان عبد الرحمن هارون البالغ من العمر أربعين عاما أوقف في مقاطعة كنت مطلع آب أغسطس بالقرب من منفذ النفق وكان يفترض أن يمثل الاثنين أمام محكمة كونتر بيري جنوب شرق إنجلترا لتسببه بإعاقة حركة السير في النفق وهي مخالفة في عقوبتها مخالفة عقوبتها السجن لسنتين لكن الجلسة أرجعت إلى الثامن عشر من يناير لإعادة النظر في ملفه نظرا إلى وضعه الجديد كلاجئ إلى صحيفة الحياة اللندنية والتي أوردت عددا من العنوين المتعلقة بالشأن اليمني ومنها اليمن تحرير مأرب من الإنقلابيين وحظر تجول الليلي في عدن تقول الصحيفة أعلنت هيئة الأركان العامة تحرير مأرب من الميليشيات الإنقلابية وأكدت تحقيق القوات الحكومية والمقاومة الشعبية الموالية للسلطات الشرعية تقدما في عدد من جبهات القتال وفي موضوع آخر علقت الصحيفة السعودية تعاقب إيران اقتصاديا وتقول الحياة ردت السعودية على طهران بمعاقبتها اقتصاديا بعد قرار قطع العلاقات الذي تبنته دول عربية فيما عرضت روسيا أمس التوسط بين الرياض وطهران وأبدت مع الولايات المتحدة والصين وعواصم غربية عدة قلقا من أن يؤدي التصعيد إلى تأثير الدومينو على أزمات المنطقة من الحرب ضد تنظيم داعش إلى المفاوضات السورية مرورا بالوضع في اليمن وأكد وزير الخارجية السعودي عادل ألجبير أن قطع العلاقات سيشمل وقف حركة الملاحة الجوية بين البلدين وإنهاء العلاقات التجارية ومنع السعوديين من السفر إلى إيران إلى أن الحجاج الإيرانيين ما زالوا محل ترحيب ترحيب لزيارة الأماكن المقدسة في السعودية لا تسأل المنفي عن مكان عيشه اسأله عن المكان الذي جاء منه لتعرف أن هذا البائس الذي أمامك قد ترك الجنة وراءه في البلاد التي غادرها هكذا بدأ سمير الزين مقاله في العرب الجديد تحت عنوان المنفي الذي لا يعيد إلى وطن يقول الكاتب أنت قد ترى بلاد المنفي تجسيدا للبؤس الخالص لكن المنفي لا ينظر بعينيك إلى تلك البلاد هو يراها بعينيه التي رأت النور هناك ليس من الغريب أن يحول الاقتلاع الأماكن البائسة إلى فردوس من بعيد لأن المنفي يريد استعادة المكان الذي عاش فيه في الماضي فهو لا يرى المكان الذي يعيش فيه في الحاضر هو يبني الجدران العالية مع المحيط ويتمركز حول ذات تأسست واكتملت في مكان آخر وتعلقت به هو كل شيء بالنسبة له ما يجعل كل الأماكن مؤقتة والوطن البعيد الثابت الوحيد فلا هو يعيش هناك ولا يكف عن الانتماء إلى هناك في الوقت نفسه الأكيد بالنسبة للمنفي أنه سيعود هو حلم لا يغادره حتى وفاته ولأن المنفى واقع المنفي المر فهو يعيد تشكيله إنسانا باستمرار فالمنفى ليس عبورا حياديا للحدود بين بلدين إنه حالة الاقتلاع من التاريخ الشخصي والوطني ومن شبكة الأمان الاجتماعي التي ولد فيها الشخص إنه فطام قسري بين الشخص والمكان الذي يعطي المعنى لكل الأشياء بالنسبة له وتحطيم للتاريخ الشخصي واقتلاع من السياق الطبيعي للإنسان فالإنسان يبني التاريخ الشخصي على مساحة خاصة من خريطة العالم هذه المساحة يفتقدها المنفي دفعة واحدة بذلك يصبح أي زرع زرعا في حقول الآخرين وفي لحظات صدام المنفي مع مكان العيش عليه أن يرتب حقائبه ويبحث عن منفى جديد ليعيد إنتاج الغربة مشاهدين مجموعة من رسوم الكاريكاتر نختم بها حلقة كوشك الصحافة اليوم وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة